وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاسراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 813 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 184 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاسراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 44 طن وفي مجالي البيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط قرابة 92 طن وفي مجالي البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط قرابة 13 طن وفي مجالي الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 35 طن أسمنت وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 499 قضية من بينها 158 قضية خبز ناقص الوزن و124 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف فتم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت قرابة 469 طن ترجمة نانسي قنقر